انت عايزه نبدأ بالموسم ده نبدأ بالموسم ده يعني هاي جور حاجة دكتوري الاول بس انا ها اكد على حاجة انا واحد من اكثر المؤيدين والمناصرين للحكم المصري كل اللي في المجال عارفين كده وقريب جدا منهم كلهم بلا السنان عشان كده سأظل دائما وابدا مناصر للتحكم المصري اللي اخطاء في اخطاء لكن لما تشوف اي دوريات العالم اي دوري في العالم بتلاقي فيه نسبة اخطاء كبيرة جدا لكن احنا اما بنناقش امر التحكيم المصري عشان نصل الى المرحلة اللي ترضي الجميع وتخلي الحكم يبقى اسد في قلب المرحب ده اللي انا اعاوز اكد عليه في البداية طبعا دكتور اللي انا عايز اقول الحاجة برضو انا عايز ابدأ في بداية الموسم في موضوع التصنيف رأيه كيف في موضوع التصنيف التصنيف طبعا هو يعني هو جاي بيختارك التصنيف كل لجنة يا دكتور اهاب كل واحد دي رؤيته كل لجنة عندها عملة تصنيف يعني انت كان عندك تصنيف طبعا انا عندي تصنيف وانا بقى بقى انا مدينة مدينة تصنيف ده مدينة مطلق الحرية انها لعب الدكتور اهاب في الماتش اللي يناسه انما انا محددش الاسماء لقلني تحديد الاسماء بحري من المستوى الادنى من الحكام الكبار يعني انا مثلا لو جانا تكلمنا على دور المحترفين انا انا هنتكلم بحرية وناخد الرأي والرأي الاخر لو جانا تكلمنا على دور المحترفين لم ايه انت حرمت كل الحكام الكبيرة انها تلعب في الدور المحترفين مع ان فيما تشات مهمة ممكن تلعب في الدور المحترفين لانك انت زنقت نفسك عملت تصنيف سي سي وان و سي و سي سي التلاتة دول بقيت انت مرغم على انك تلعب الحكم في كلاس ون للمستوى الالف كلاس بي للمحترفين كلاس سي للممتاز بي ايه ده ليه كده طب ليه تم انت اخلى عندك العدد الحكام المتاح اللي يلعب في الدور الممتاز وتختار الحكم المناسب في المباراة المناسب يبقى دارة سهل اوي ان انا التصنيف يبقى غير معلن عندك انت غير معلن اولا بتدي فرصة للحكم اللي يعني عنده امل عنده امل ان يلعب عنده امل ان يلعب وبتدي وبتخلي الحكم اللي بيغلط في المستوى الاعلى ما عندهش مشكلة مش هنزل للتصنيف الادنى طب برضو في رأي تاني وانت برضو تناقشني فيه يقولك ان التصنيف برضو بالصورة الحالية ادى فرصة لتوسيع القاعدة وانه خرج لك اكتر من حكم من تحت ما كانوش هيتشافه في ظل ان اللي فوق بيلعب فوق وتحته في كل الدرجات يا دكتور اياب هي مش فتاكة يا دكتور اياب كل الحكام اللي عندك انت بتلعبهم كلهم اضعاف ما بيلعبوا اضعاف ما بيلعبوا في التصنيف اللي احنا عاملين ومش اللي هو عملهم يعني انا بلعب الحكام في الدور الممتاز بلعبهم في الدور الممتاز وبلعبهم في الظار وبلعبهم روابع وبلعبهم في المحترفين وبلعبهم في الماتشات الممتاز به وحتى بلعبهم في القسم الثالث لما بحتاجهم في الممتاز مويدا برضو كان بيخلي بيخلي الفرصة الحكم الصغير اللي عاوز يزهر ضعيفة يخد له ماتشة او اتنين في نهاية الموسم او تلاتة بالكتير من قال كده انا بقى الوجهات النظر يا دكتور اولا كل اللي بشتغل في التحكيم اول حاجة لازم يعرفها هو نجاح المسابقة تمام نجاح المسابقة الحكم اللي نجحها لي نجاح المسابقة هو اهم عنصر بالنسبة لجنة الحكام تمام لو انا نجحت المسابقة يبقى انا نجحت في مهمتي نجحت في مهمتي ازاي بقى تخيل يا دكتور ان الحكم الحكم اللي هم في كلاس ايه اللي هم الحكام الكبار كان بيقعد احيانا بالخمسة واربعين يوم ما بيلعبش غير ماتش في الدورة الممتاز حكم الدولة حكم الدولة اللي هم في كلاس ايه اللي هم الخمسة وثلاثين واحد طب ليه أنا سبب التوقفات لا من غير التوقفات ولقوا في حين التوقفات كمان طبعا ده الفتقاض بتزيد انما لو عنده الخمسة واربعين يوم دول حكم في الدورة الممتاز مرة هلعبوا في المحترفين مرة هلعبوا في القسم التالت في مباراة أنا محتاجها مرة لأن أهم حاجة عندي كلجنة حكام أن أنا أطلع أجيال جديدة مع نجاح المسابقة إنما أنا آسف طبعا مش عايز أتكلم على السنة خلاص انتهت ولكن لازم سنة كانت عدد ياسر عبدالعوف بيقولك 38 مباراة كان فيها أخطاء تحكمية مؤسرة على نتاج المباراة ده في دوري في فار في دوري في فار كن يسرك منه في أوليس بولش عنده اللعطات طيب فأنا بتكلم على أنت ممكن أنا ألاعب الحكم الكبير هو لاعب دلوقتي أكبر واحد لاعب أمين عمر 13 مباراة أنا هلاعب أمين عمر خمسة وعشرين وثلاثين مباراة بس هلعبهم على كل المستويات ده وده 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 أولا بلعبوا عدد كبير مباراة بخاف على نجاح المسابقة بلعبوا في المستوى الأدنى والمستوى الأقل بتدي له خبرة أداء تحكيمي بتدي له خبرة فنية بالبلد كده بتعرف أن أنا أفتكر مباراة كابتل محمود عشور لما كان في فترة إيقاف حكمنا الكبير وجي حكم أو